أبو إبراهيم يسأل يقول هل من نصيحة لمن يتشاؤم في شهر صفر يعني بعض الناس يقول لك يعني يتشاؤم في الزواج في شهر صفر أو انتقال إلى مسكن وغير ذلك أبو إبراهيم الله يبارك فيك و يرضى عليك بالنسبة للتشاؤم في شهر صفر هذه عادة جاهلية و التشاؤم كعقيدة يضرب في جذور التاريخ التشاؤم كعقيدة يضرب في جذور التاريخ فلقد ذكر الله جل وعه التشاؤم عن بني إسرائيل لما تشاؤموا بموسى قالوا إن تطيرنا بك و بمن معك و ذكر عن الرسل أصحاب القرية و أيضا قريش تشاؤمت بالنبي عليه الصلاة و السلام فهي عادة جاهلية و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر صفر طبعا فسر بتفسيرين فسر بالشهر و فسر بنوع من أنواع الدود الذي يحصل في البطن و الراجح بأنه شهر صفر لأن هذه عادة جاهلية و للأسف الشديد كان العرب في الجاهلية تشاؤمون بشهر صفر و يحدثون فيه البداء و من جملة ذلك أنهم كانوا يغيرون الشهر و يبدلونه إنما النسيء زيادة في الكفر و من جملة ذلك أنهم يتشاؤمون بما يحصل في شهر صفر و لذلك لا يتزوجون و لا يسافرون و لا يحدثون شيء هذا كله من بدع الجاهلية و للأسف هي بدعة موجودة الآن يوجد من المسلمين و للأسف الشديد من يتشاؤم بشهر صفر حتى إذا صار لها حادث قال ها نحن في شهر صفر أو صار لك كذا و بعضهم و العياذ بالله يقولك لا ما تزوج في شهر صفر هو خاطب و ملك و عاقد يقول لا في غير شهر صفر هذا و العياذ بالله عنده خلل في العقيدة و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك و أي شخص يحصل عنده صدود بسبب مثل هذا الأمر هذا و العياذ بالله عنده شرك بالله عز وجل فيقول و الله مثلا أنا ما أسافر في شهر صفر ليش قال هذا شهر مشؤوم و العياذ بالله هذا خطر عليه هذا الدلالة على أنه عنده عقيدة فاسدة كذلك يقول لا البيت خلص الفلا خلصت و المنزل خلص قال لا لا خلونا بعد شهر صفر ننتقل إليه نخاف أننا يحصل لنا بلى نعوذ بالله نسأل الله العافية و السلام و لذلك هذا من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة و السلام و الإنسان يجب علينا توكل على الله سبحانه و تعالى فشهر صفر مثل بقية الأشهر